وإليكم هذا الخبر الذي وصلنا للتو حيث اعتمد اليوم نواب الجمعية الوطنية بقصر الديمقراطية مشروع قانون المالية والميزانية المعدل لعام 2017 الذي يقدر بأكثر من 690 مليار فرانكا سيفا وكذل عجز المالي المقدر بأكثر من 250 و70 مليار فرانكا سيفا حيث جرى اعتماد المشروع بحضور وزير المالية والميزانية كريستيان جورج ديجي ديمباي تقرير محمود حسن سمو 119 برلمانيا صوتوا بنعم لإعتماد القانون المالية المعدل لعام 2017 بينهم تنع 19 برلمانيا عن التصويد في حل لم يصوت أحدا ضدها رغم الانتقادات اللاذعة التي قدمت إلى الوزير من النواب الذين تداخلوا خلال فعاليات الجلسة تقدر الإرادات المالية لهذا المشروع بأكثر من 690 مليار فرانكا سيفا مقابل 692 مليار فرانكا سيفا بينما النفقات فيه تقدر بأكثر من 966 مليار فرانكا سيفا مقابل أكثر من 937 مليار فرانكا سيفا مما ينتج عنه عجزا ماليا يقدر بأكثر من 275 مليار فرانكا سيفا من بين الإجراءات الجديدة التي يحتويها هذا القانون المعدل منها خفض أعلاوات موظفي شرطة الوطنية وإلغاء العثار المالية للترقيات النظامية لموظفي وعمال الدولة أيضا خفض مبلغ القروط المفتوهة في باب النفقات المشتركة سيما المحصصة لتغطية التكاليف الاجتماعية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا الصندوق الوطني للمتقاعدين الشادين اتخاذ هذه الإجراءات الجديدة بحسب وزير المالية والميزانية كريسيا جورش ديك دينباي جاء نسبة لتأهدات البلاد التي اتخذتها أمام شركاء التنمية ذلك بهدف مواجهات الأزمة المالية والاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ شهور عدة إلى ذلك طالب النواب الوزير باتخاذ إجراءات نصارمة ضد كل من يقوم باختلاس الأموال العامة للدولة حتى تتمكن البلاد من اجتياس هذه الأزمة المالية المستعاصية التي تمر بها البلاد في الوقت الراهن